اوعى تحسد واحد وانت واقف في الاشارة مثلا انت راكب سيارة بقى من الياه بتتزاق كل يوم الصبح وهو راكب سيارة فارهة اوعى تحسده ها؟ ده لو يعني كل واحد عرض مشاكله خد مشاكله وخد السيارة بتاعته او خد الفيلا او خد الاموال بتاعته وخد امراضه ومشاكله والكلام ده وخد وحشة قلبه ها؟ انت حترفض على طول لا تحسد لا تحسدا احدا على نعمائه ان الحسود لحكم ربك شاني الحسود معترض على حكم الله عز وجل وكما قلت لو عرض عليك الرجل بمشاكله انت حترفض تماما ونحن نعرف كثيرا من اصحاب الاموال الذين يأتونا فيشتكون الغربة ليس عنده سعادة مطلقا ابدا يشعر بوحشة غريب انا اقول لكم على حاجة زمان انا كنت يعني بعد ما تخرجت من الجامعة كنت شغال فيه بآلة في مدينة ناصر وبعدين كان واحد من المندوب مبيعات يعني بيجي لنا المحل المندوب ده كان له عم والعم ده كان رجلا غنيا انا اعرفه كان عنده يعني حاجة زي سوق بقالة كبير في مصر في مصر الجديدة وعنده عمرتين يعني كده من العمرات اللي تتبصي لك تحسنا وكتطوع على أفاكع هذا الرجل أدبه الله عز وجل بمرأة وشر الرجال من تؤدبه مرأة ليس رجلا معلش انا عايز استطلت كده وقول لك من هو الرجل ربنا عز وجل ما ذكر يا حبن زكريا قال اي فيه قال وسيدا وحصورا ونبيا الترتيبة دي لها معنى قال سيدا وحصورا الحصور الذي لا يقرب النساء ليس عن عجز لا لا يقرب النساء لا حاجة له في النساء تمام قدم السيد على الحصور لأنه لا يكون سيدا إلا من يملك نفسه ده يبقى سيد إنما الرجل اللي امرأة تلعبه وتبصت لقيم بهد النفس بهد الكرامة والكلام ده لا سيما في الحرام يعني علشان خاطر امرأة ويبيع اللي وراه اللي قدامه ويترك الصلاة ويترك المعروف والكلام ده عشان امرأة هذا ليس رجلا تمام المهم الرجل ده كان يبيع الخمر في المحلات بتاعه وكان عنده حلاء أربع خمس أولاد والمرأة ناشز على طول الخط لا يشبعها شيء أبداً ومش راضية والراجل كل يوم يسترضيها ويجيب لها بقى هدايا ومش يحرفيه الكلام ده بتاعه عشان يسترضيها أبداً المرأة لا ترضى وانت عارف بقى المرأة لما تعد جنب عياله وتعد تعايط وبتاعه الكلام ده تعارف الأولاد وابوكم عمل فيه وخلى وسوا دانا لولاكم كنت سيبت البيت من زمان بس أنا شرب المر من يوم ما عرفته علشانكم منتو يوم الولاد ايه؟ يسهل عندهم نعمل انفعال تخيل بقى راجل بيبيع الخمر وامرأة ناشز هيتطلعوا خلفة ايه يعني؟ برضو عيال برضو من الاحتياط الاستراتيجي بتاع إبليس يعني إلا أن يهديهم الله تبارك وتعالى لكن أولاد أيضاً عققا المهم الأولاد دخلوا هددوا لإيه؟ أبوهم وإنهم هيتبحوه تصور الرجل اللي عنده عمرتين زي ما وصفت لك كده المتبص للأخين تقع على أفاك من طول العمارة ما كان يستطيعوا أن يبيت في بيت الله أعرفش أبداً يدخل شقة ونام ليه؟ خايف عياله يتبحوه تعرف كان بينام إزاي؟ كان عنده عربية طبعاً فارهة جداً كان يفضل بعد ما يطلع من المحل يفضل يلف بالسيارة في شارع القاهرة وبعدين يرأي بالمرأة شوف حد بيتبعه ولا لا لأ سيارة كده ماشي يرأي لحاجة يفضل يلف لحد ما يطمئني تماماً إن ما فيش حد بيتبعه يقفل بقى السيارة من جوة وينام على الكرسي إحنا إن ذلك على الله يسير سأتي نعذب العبد العاصي دي أسهل يسير جداً جداً فده إيه اللي عنده يعني؟ تبصوا بيعد الفلوس يعني؟ ما قيمتها؟ أهم شعر في نام في آخر النهار ينام في السيارة ده سبب إيه؟ سبب الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى ذكر الله كما قلت بيدي متعة موتاً موتاً